ارتفاع أسعار النفط والوفرة المالية المتحققة فضلا عن تخفيف القيود المفروضة نتيجة جائحة كورونا عوامل قد تقلص بحسب اقتصاديين من الفترة الزمنية المحددة لخطة الحكومة وستراتيجيتها الإصلاحية ويمكن استثمارها في تنويع الاقتصاد وتمويل المشاريع الاستثمارية المدرة للدخل باعتقادي نعم المستوى الاول من الاهداف تحققت على مستوى الاستدامة المالية لرواتب الموظفين وتخطية العجز حاليا ننتقل الهدف الثاني اللي هو التنويع الاقتصادي مع وجود هذه الارادات النفطية من الممكن ان يتم التسريع بتحويل الجدول الزمني للورقة البيضاء من اربع سنوات الى سنتين وباعتقاد الحكومة القادمة ستتبنى نفس الاهداف نفس الطريقة لان الاقتصاد العراقي بحاجة الى التنويع قطاعات معنية ببنود الورقة البيضاء كهيئة القمارق اكدت شروعها بتنفيذ اهداف الورقة الاصلاحية من خلال توحيد الاجراءات واعتماد نظام الاتمة للحد من عمليات الفساد وزيادة الارادات المالية المتحققة شرعنا حاليا بهذا الموضوع موضوع الاتمة بمساعدة منظمة الاونكتاد وتم وضع آلية جديدة لتبسيط وتوحيد الاجراءات القمرقية وسيتم تطبيقها بما يتماشى مع ورقة الاصلاح وتؤكد الحكومة ان اهمية الورقة البيضاء تتجسد باعادة التوازن للاقتصاد العراقي ووضعه على مسار يسمح للدولة باتخاذ الخطوات المناسبة في المستقبل لتطويره الى اقتصاد ديناميكي متنوع علي الاحمد العراقي الاخبارية بغداد